كشف سفير الاتحاد الأوروبي إلى العراق رامون بيلكوا أن المحافظات المتضررة من الحرب ضد داعش تحتاج إلى مليارات دولارات لإعمارها إضافة إلى السنوات التي تستغرقها في البناء هذه المناطق تحتاج إلى المليارات من أجل إعادة إعمارها وكذلك تحتاج أموال أخرى من أجل توفير العمل لشبابها وكذلك إصلاح البنى التحتية لقد قمنا عن طريق وفودنا بزيارة الموصل والأنبار وخاصة مدينة الفلوجة لمشاهدة هذه المدن على أرض الواقع ورأينا أن احتياجاتها كبيرة وستأخذ فترة طويلة من الزمن ولكن المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي تعهد في مؤتمر الكويت مساعدة العراق ودعم الإعمار في المناطق المحررة ولدينا عدة مشاريع لتوفير الخدمات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الألمائي إضافة إلى دعم الزراعة بالتعاون مع منظمة الفاو بالتعاون مع الفاو